عبر زوم هيكون معنا من بروكسل الدكتور رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث أهلا بك يا دكتور منوارنا مساء الخير سيد حسان مساء الخير زي حضرتك أصدقائي بحركة قبل كده في بداية المحاكمات بكرة العالم كله بيتلقب وينتظر اهتمام كبير في الصحافة الدولية وفي الصحافة الشرق الأوسط ماذا تتوقع في الغد؟ تحية لك والمشاهدين غدا لا يوجد حكم غدا المحكمة سوف تصدر بيانا توضح فيه تاريخ التعاطي مع الإجراءات المستعجلة التي طالبت بها جنوب أفريقيا وأهم نقاط يمكن انتظار البث فيها هي مطالبة نص دعوة جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية كما وردت في الدعوة أو وقف الحرب لأثناء التحقيقات وهذا من غير المتوقع لأن الدفاع الإسرائيلي فند هذا البند بشكل كبير في جلسة استماع الوفد الإسرائيلي وهناك من النقاط التي يمكن البث فيها له تجريم إسرائيل بشبهة ارتكاب أعمال توصف بإبادة جماعية مثل إعلان مسؤولين رسمين إسرائيليين بمنع الطعام الماء والغذاء عن سكان قطاع غزة هذا أكثر ما يزعج إسرائيليين المحكمة لن تصدر أحكاما غدا ولكن أهمية جلسة غد بأن ما قدمته جنوب أفريقيا لم تستطيع أي جهات ضغط أو أن تسوف الموضوع أو أن تضعف القضية ما زالت فاعلة المحكمة العدد الدولية تتعامل بجدية أكثر هناك متابعة إعلامية مهمة تضع ضغطا على القضاء على أن يتعاملوا بشكل إيجابي إسرائيل التي كانت تستفيد دائما من لبيات الضغط ومن عامل الوقت هذه المرة لم تستطيع حتى أن إسرائيل كانت تعتقد بأن جلسة الدفاع بحكم أن إسرائيل كانت تحاول إثبات أنها في حالة دفاع عن النفس وأن ما يسقط من مدنيين هذا في كل حروب تسقط جزء من المدنيين وأنها نفت تهمة الحصار من خلال سماحها بدخول بعض الشاحنات لكن هذا لم يمنع المحكمة إلى أن تسير قدما بأخذ معطيات دعوة جنوب أفريقيا على محمل الجد غاصة في شبهة الإبادة الجماعية الاتهام الرئيسي لدولة الاحتلال وعملية منع الغذاء والماء عن السكان هي مثبتة من تصريحات مسؤولين إسرائيليين على رأس عملهم مفتتة أيضا من الأمم المتحدة وكانت في تصريحات لجوديرش أيضا بالأمس يدعو إلى وقف الآلة العسكرية لكن يعني كان أو معظمنا بيتوقع ويوصلي أنه يكون على الأقل في القرار المبدئي اللي تحدثوا عليه أنه يكون فيه قرار بوقف الآلة العسكرية فورا الآن ونشوف بعد كده الإبادة الجماعية على مدار الوقت بس هل ده وارد حتى واللحرك بتقول أنه بس هيضع الحيثيات اللي بناء عليها هيتم اتخاذ الحكم يعني عايحة بفهم دي أكتر شوية معلش أستاذ حسين كلنا نأمل ولكن المجرى القضائي في مثل هذه القضايا يستنزف كثيرا من الوقت وخاصة في مثل هذا النوع من المحاكم حتى إعطاء رأي استشاري من المحكمة بخصوص وقف الحرب هو يحتاج إلى وقت لذلك غدا ليس يوم إعلان نتمنى أن يتم إدانة ثورة الاحتلال أتمنى كل شريف على هذه الكرة الأرضية أن يكون هناك قرارا بوقف لبادة وهناك فعلا شعب الفلسطيني في غزة يتعرض إلى جرائم غير مسبوقة لكن عمل القضاء حتى لا نخدع المشاهدين غدا سوف تكون محكمة العادل الدولية بتحديد موعد قراءة رأيها فيما يتعلق بدعوة جنوب أفريقيا في البنود الاستعجالية يعني حتى غدا لن يكون بثا في موضوع الأمور الاستعجالية يعني بكرة يحددوا معادل بث في الأمور الاستعجالية وأنا بتقديري أن هذا القرار المحكمة جاء نتيجة الضغوط خاصة أن اليوم كان هناك إداء ملفات في محكمة الجنائية الدولية وليس محكمة العادل الدولية بمئات 1800 وثيقة ضد مسؤولين إسرائيليين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وهذه محكمة أخرى ذات اختصاص آخر دي المحكمة الجنائية نعم بس دي إسرائيل مش عضوة فيها ولكن الضغط الإعلامي الذي يمارس على محكمة العادل الدولية عندما يثار أي موضوع له علاقة بالقانون الدولي وبالقضاء ومحاكمة إسرائيل هناك تفاعل ولا ننسى أن في الأسبوع الماضية البرلمان الأوروبي قرر بنود قراره الأسبوع الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي بالإجاب دعم المحكمة العادل الدولية وهذا فهم على أن حتى الاتحاد الأوروبي يريد أن يسير في محاكمة إسرائيل وخاصة أن ثلاث دول منها بلجيكا أعلنت أنها تفكر جليا أو جديا بالانضمام إلى دعوة جنوب أفريقيا هذا أيضا يدعم قوة المحكمة ويضعها تحت ضغط دولي يجبر القضاء على عدم التسويف عدم التسويف أعتقد في قضايا أخرى أقل وطأة من هذه القضية كان القضاء يأخذون ستة أشهر إلى عام لعقد جلسة أو لإصدار بيان أعتقد أن الأمور تسير بشكل إيجابي لإدانة إسرائيل ولكن الهدف ويبدو أنه في تخوف كبير لأنه بنيمية تنياهو عقد اجتماع النهاردة والاجتماع قيل أنه هو لبحث السينوريات المختلفة التي قد تخرج عن محكمة العدل الدولية فيبدو أن الموضوع أيضا نثار قلق بالغ وفي توقعات من الصحافة الغربية كبيرة أنه يتم يعني محاولة لفرض وقف الحرب عبر محكمة العدل الدولية توقعات يعني ما نعرفش على الأرض هيكون الموضوع عامل إزاي لكن أنت كيف تنظر لإمكانية الرد الإسرائيلي على هذه النقطة وكمان في الفترة يعني حتى إعلان المحكمة بكرة هتنظر هي عن موعد آخر يتم فيه إعلان الأمور المستعجلة أو الطريقة هل في هذه الفترة ممكن ينضم الشركاء لجذوب أفريقيا في القضية أو كنا سمعنا طبعا عن ناس كدير دخلت اندونيسيا سلوفينيا بعض الدول الأخرى بعد من التذائل عن الدول العربي السلطة الفلسطينية في ذلك فبرضو رؤيتك السؤالين العذرا طبعا لطول السؤال بس عشان ما أعطاش الزوم كل احترام أستاذ حسام بالعكس أنت صلات الضوء على نقاط مهمة جدا انضمام عديد من الدول هذا الشيء يعزز قوة المحكمة ولكن لن يغير شيء في ملف الدعوة ملف الدعوة الذي يقدم من جنوب أفريقيا هو محكم ومتقن بشكل كبير جدا أزعج إسرائيل استمرار ضغط القضاء إن لم يكن له أثر مباشر حاليا على مصر القضاء على موضوع القضية إلا أنه له تأثير كبير جدا في الداخل الإسرائيلي وفي تركيبة الحكم داخل إسرائيل هذا هو أحد أهم المكاسب وترتيبات الحكم أحناك بتقول إزاي ترتيبات الحكم؟ هناك صراع كبير داخل إسرائيل وهناك أصابع اتهام تتوجه إلى نتنياهو أنه أفقد إسرائيل شرعيتها القانونية من خلال إجراءاته الغبية حيث أن إسرائيل لم تعطي قطاء قانونيا لجرائمها في قطاع غزة أعطيك مثالا في سنوات الانتفاض الأولى والثانية في كل جريمة قتل كان يرتكبوا الإسرائيلي ضد المتظاهرين المدنيين طلاب الثانوية بإطلاق نار كانوا يصدرون بيانات في وزارات خارجية العالم كلها بالنص التالي الساعة كذا قام مجموعة من المخربين بإغلاق شارع كذا تواجهت شرطة إسرائيلية لفتح الطريق قام الورهابيون بقف مقذوفات مما أدت إلى صابة جنود منعت السير كذا إطلاق نار في الهواء وثم إطلاق كانت إسرائيل تصدر أو ترسل بروسيجر قانوني دائما لتبرئة إسرائيل قانونيا أمام القانون الدولي هنا إسرائيل بمجرد أنها تعرضت لاتهام في أكبر محكمة دولية ومن دولة ليست دولة حدود ليست دولة ذات خصومة مع إسرائيل ليست دولة لديها تاريخ من العداء مع إسرائيل إنما قدمت هذه الدولة دفاعا عن العدالة الدولية وبملف لم تعترض عليه كثير من دول غربية من أصدقاء إسرائيل بل بعضها أراد الالتحاق هنا وضع إسرائيل أصبح يشكل خطر حتى لو انتهت الحرب إسرائيل لم تعد الدولة التي تحظى باحترام دول غربية كثيرة ولا ننسى أن معظم سكان دولة الاحتلال هم من أصول أوروبية ولديهم ارتباطات بدولهم الأصلية ويتأثرون بها نتنياهو خلق شرخا داخلية قبل الحرب عززه خلال الحرب فشله في إدارة الحرب فشله في إدارة المعركة الإعلامية فشل إسرائيل في كسب كل المعارك الإعلامية والأدبية والأخلاقية لصالح الضحايا الفلسطينيين إلى وصولا إلى الفشل في المعركة القضائية أعتقد أن الداخل الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر حاليا وعشان كده الجنون بيأزداد هذه الأيام في الإجرام وفي تهديد الجيران ومنهم لبنان وتصرحات إسرائيل كاتس بالأمس مع وزير خارجية إيطاليا بيقول وبيهدد لبنان إلا ما ينسح بحزب الله من شمال لبنان والحدود مع إسرائيل فستواجه إسرائيل ضربة قضية في الداخل اللبناني نتمنى أن نكون هذه الحقائق محطوطة أمام المجتمع الدولي وأكيد محكمة العدل بتنظر أيضا في إمكانيات توسيع الصراع كلما كنا بنحصل على قرارات دولية في توقيتات سريعة قد يؤدي ذلك الحقيقة إلى تخفيف وطيرة الصراع في المنطقة كلها وعدم اتساعه أنا بشكر حركة شكرا جزيلا